طيب الحكومة تقر مرسوم قانون تصويت المصريين بالخارج سريعاً جداً يا فندم الخبر من المصر اليوم أيوة من المصر اليوم في صبحة ثالثة أنا شايف فيه الحكومة أكرت مرسوم تصويت المصريين في الخارج بعد ما كانت فتحت باب لتسجيل المصريين المغتربين في خارج مصر لتسجيل أصواتهم في الكنسوليات والصفارات ومع ذلك حتى الآن من عدد تقريباً 6 مليون مصري مقيمين في الخارج 160 ألف مصري فقط هم اللي سجلوا أنفسهم عشان يقترعوا في الانتخابات الجاية العدد عدد قليل جداً كتلة تصويتية حتى الآن لا تؤثر في سير العملية الانتخابية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية هيبقى فيه مشاكل كتير وهيفتح باب الطعم لسه مبارح أريين أن المصريين المقيمين في إسرائيل أو المتزوجين من إسرائيل بيهددوا بالطعم على الانتخابات الحقيقة ده خبر خريب جداً وإحنا على الفكرة في الفقرة اللي بعد كده هيكون عندنا فقرة خاصة بتصويت المصريين في الخارج فأعتقد أننا هنتتطرق للجزئية دي بتوسع حملات أمنية بالقاهرة والجيزة لإعادة الانضباط بالشارع ده يعني إحنا نفسنا الحقيقة معيدة الانضباط في الشارع لأن فيه حالة بلطجة غير طبيعية في الشوارع بلطجة مرورية وبلطجة وسرقة يعني فيه كل ما هو سايق في الشارع الحقيقة الخبر من الأهرام مكتوب في الصفحة الأولى بس في الشارع ما شفناهوش إحنا تقريباً يعني المفروضة لسه ما تنفس يمكن لا لا إزاي بقى جاري تنفيزه شنت أجهزة الأمن المشتركة يعني بدأت بالفعل حملات إحنا جايين دلوقتي كلنا من بيوتنا من ساعة ومساعتين مفيش أي يعني تواجد أمني اللهم يعني عدد قليل جداً من رجال المرور أتمنى أن يبقى الخبر في الشارع يا رب وصرقة عربيات والحقيقة الشوارع بيحصل فيها حاجات كتير جداً قال له ففا لا تزال في سجن ثورة وده آخر خبر معنا من الشروع في صفحة الأولى قال له ففا لا تزال في جايبي في جايبي طبعاً الشروع بتتكلم عن وفاة مسجون جديد في سجن ثورة وكالعادة التقرير المبدئي للطبيب السجن قال لنهو ابتلع لفافا فيها مواد مخدرة رباً دي تاني حدثة وقابلها لفافا بتأخير سعيد لسه في تفاصيل الخبر هتبدأ تظهر بعد ما الطب الشرع يحلل ويشرح جسر جميل جداً الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بجلدة الشروع بشكر حضرتك على التوضيح وبشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة نعرف حضرتك سعيد مشاهدين نروح لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا الفقرة اللي جاي عن تصويت المصريين في الخارج مصريين متزاوجين من إسرائيليات ومصريين مقمين في إسرائيل وعايزين يصوتوا في الانتخابات المصري نروح لفاصل ونرجع لكامل هاهم ولا مش هاهم ترجمة نانسي قنقر